رد الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمن على السخرية والإساءات التي تعرض لها من حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز عقب نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022 مشيرا إلى أن تلك الأمور لا تشغله وكان مارتينيز قد سخر من مبابي خلال الاحتفالات بالتتويج بالمونديال في العاصمة بوينوس إيريس وحمل دمية عليها صورة كيليان وهو يبكي وسئل مبابي عن الأمر عقب فوز ناديه على ستراسبرغ ليرد في تصريحات نشرتها صحيفة لوباريسيان الفرنسية أنا لا أهدر طاقتي في مثل هذه الأشياء التافهة وعديمة الأهمية وأضاف الهداف الفرنسي تحدثت مع ليون الميسي بعد المباراة لقد هنأته لأنه كان يبحث عن ذلك طيلة حياته بصراحة كانت مهمة حياته وأنا أيضا لكنني فشلت ولكن عليك دائما أن تكون رياضيا جيدا وواصل ما حدث في الاحتفالات ليست مشكلتي ما يهمني فقط هو تقديم أفضل ما لدي للنادي نحن ننتظر عودة ميسي حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى